زي ما كنا بنتكلم معكم في بداية حلقتنا النهار ده ثورة تنموية على كل الأصعادة بتشهدها أرض سينة من خلال المبادرات والمشروعات الاستراتيجية اللي بتهدف لتحقيق التنمية المستدامة في أرض سينة وده في إطار الجهود المستمرة اللي بتبذلها الدولة المصرية لتنمية المناطق الصحراوية وتعزيز الزراعة في محافظة سينة واللي بقينا بنشوفه فعلا في صورة زيادة المساحات الخضراء وزيادة المحاصيل صحيح يا جمالة ويمكن ناس كتير يعني بتسأل سينة تتميز بالسياحة تتميز بالمزارات الدينية بتتميز بكونها نقطة حدودية ولكن هل هي بتتميز فعلا بالزراعة ده سؤال حنسأله لأن أعتقد أن كل اللي قالته جمالة ده انعكس بشكل كبير على أبناءنا في سينة خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور عماد عواط المشرف العام على مراكز الخدمات الزراعية في سينة أهلا بحركة دكتور أهلا بيك وسوعة خير وكل سنة وحرطك ومشاهدينك وأهل سينة ومصر كلهم بخير بمناسبة قاعد أكتوبر كل سنة وحركة طيبين أهلا بحركة في البداية سينة بتتميز بإيه فيما يتعلق بالمحاصيل هي المحاصيل الاستراتيجية الأساسية اللي تم اختيارها للزراعة في سينة وعلى أي أساس بتراهن الدولة عليه الحقيقة زي محركة شرط هي الدولة بتشهد طفرة في التنمية الزراعية على مستوى يعني كل بقاع مصر وسينة بالأخص طبعا يعني تمتوحها بميزة نسبية لجواها وأرضها الحقيقة المحاصيل من خلال رؤية وزارة الزراعة ومراكزها البحثية في تنمية سينة خصوصا التنمية الزراعية احنا لما بنيجي ندرس المكان بندرس الميزة النسبية بتاعته الجو الأرض المية وبالتالي بيتم اختيار المحاصيل المناسبة لهذه العوامل الحقيقة سينة ربنا سبحانه وتعالى حباها بالكثير والكثير من المميزات أرضها الخصبة جواها المعتدل الحقيقة اللي بيجود فيها أجود أنواع المحاصيل الزراعية وأهمها طبعا الزتون يمكن من المحاصيل الرئيسية اللي بتعتمد عليها الدولة وفي تنفيذ رؤيتها لتنمية الزراعية في سينة ومن خلال يعني العديد أيضا من البحوث اللي تم إجراءها لقينا أن يعني الزتون مع بعض المحاصيل هي من أجود المحاصيل اللي بتجود في سينة وعشان كده بدأنا نشتغل عليه ونزود القيمة المضافة بتاعته من محاصيل الخضر، التين، الخوخ، أيضا بتجود في سينة برضو محاصيل يعني زي المحاصيل الاستراتيجية، المحاصيل الزيتية، الأمح الشعير الحقيقة كتير من المحاصيل بتجود في أرض سينة نظرا لتمتحها بميزة نسبية زي ما أشارنا في بداية اللقاء دكتور أمد، خليني أتوقف مع حضرتك عن دنوقت تاني حضرتك ذكرتها بفكرة تعظيم القيمة الزراعية والقيمة المضافة لو هنتكلم عن طرق الزراع الحديثة واستخدام أحدث التقنيات وترق التخزين ومن ثم كمان فكرة القيمة المضافة إن كان التعبئة والتغليف وما إلى ذلك واستخدام أقصى أو الاستغلال أقصى ما يمكن استخدامه من الزراعات أو المحاصيل الموجودة إيه اللي عملنا في هذا الملف تحديدا في إطار المشروعات الزراعية في سينة؟ الحقيقة عشان أطلع منتج زراعي وأضيف لي قيمة مضافة ويخرج الحقيقة كان لازم العديد والعديد من المحاور وبتشتغل جنب إلى جنب عشان أقدر أعظم القيمة المضافة إيه هي؟ يعني أهم المحاور اللي الدولة اشتغلت عليها هو توفير البيئة أو المناخ المناسب لتحقيق هذا الهدف يعني لو كلمنا في بنية تحتية من الطرق والمواني والمطارات حقيقة اللي هتعظم دور المنتج الزراعي والتسويقه في أسرع وقت انت عارفين أن في بعض المحاصيل لازم بتبدأ نشتغل عليها وتتصدر أو تخرج للسوق المحلي فريش وبالتالي الوقت استهلاكها من جني الثمار إلى وصولها للمستهلك لازم يكون فيه وقت قصير حقيقة ما كانش ده ممكن يتم إلا من خلال إنشاء بنية تحتية من طرق ومعابر وأنفاء كان لازم الدولة تاخد بالها من حيث دي وبالفعل الدولة أنشأت العديد من المحاور محاور التنمية زي ما بنقول اللي بتساعد على التنمية الزراعية والصناعات المكملة للمنتج الزراعي الحقيقة أيضا من خلال مركز محوظ صحراء وعلماء وقطاعات وزارة الزراعة بتشتغل على تعظيم العائد من هذا المنتج وهو طرق التخزين السليمة حتى الممارسات الزراعية الحديثة وطرق الزراعة حقيقة من خلال القوافل الإرشادية اللي بتقوم بها وزارة الزراعة ومركز محوظ صحراء وعلماء بنلاقي أن تعظيم الممارسات أو رفع قدرات ووعي المزارع باتباع الممارسات الزراعية السليمة من وقت الزراعة من وقت الحصاد من استخدام طرق الرأي الحديثة من التسميد العضوي وأهميته من طريقة التعامل مع المحصول أثناء وبعد الزراعة من طرق التخزين من التصنيع من توافر المعاصر الحديثة لمنتج زي الزتون من تلاجات الحفظ الحقيقة كل دي عوامل بتشتغل فيها الدولة المصرية وكل قطاعاتها لتحقيق القيمة المضافة من المنتج الزراعي طيب أفضل الأماكن فين في السيناء يعني أنا بشوف يعني السواحل خاصة بشمال سيناء عليها زراعات كتير هل يعني تتميز سيناء جغرافيا أيضا بوجود أراضي كتير تسطح للزراعة فين وإزاي بنستغل ده أيضا في اللوجيستيكس في الطرق في المصانع الحقيقة لما نتكلم على سيناء لو نتكلم على بصفة عامة على اختيار الأراضي للزراعة ده بيتم من خلال دراسات علمية بتقوم بيها الجهات المتخصصة في دراسات الأراضي من تحديد صلاحية الأرض للزراعة من البداية والحقيقة ده محور مهم جدا من محاور التنمية الزراعية هو التوسع الأفقي للرقعة الزراعية حقيقة بتجوب سيناء شمالا وجنوبا وسط فرق بحسية من قطاعات وزارة الزراعة والدولة المصرية مع التعاون مع الجامعات المصرية لاختيار أفضل المناطق الصالحة للزراعة ووضعها تنمي خريطة اثثمارية للزراعة الحقيقة لما بنجوب أراضي سيناء شمالا وجنوبا وسط حقيقة بنلاقي مشروع قومي لاستصلاح والزراع وتنمية شمال ووسط سيناء حقيقة بنلاقي في الجنوب أراضي كل منطقها في سيناء سواء شمالا وجنوبا وسط شرقا غربا حقيقة كلها مناطق بتجود فيها الزراعة ولكن كل منطقها ده ميزة نسبية من حيث الجو وطبيعة الميا حقيقة من سيناء من شرق القناة وشرق البحيرات بنلاقي مساحات زراعية طبقا للميزة نسبية بنلاقي بيجود فيها زراعات المانجو والموالح وبعض المحاصيل الاستراتيجية زي الأمح والقطن بيتزرع كمان على ضفاف قناة سويس من خلال مشروع الـ 125 ألف فدان اللي بتقوم بجهات الوزارة منها قطاع الاستصلاح ومراكز البحوث الحقيقة في الوسط بنلاقي أرض من أخصب الأراضي الموجودة في سيناء وبتعتمد على المياة الجوفية اللي بيجود فيها زراعات الزتون والموالح والتين لو انتقلنا شرقا لسيناء منطقة رفح وشيخ زويد وبنلاقي أنها بيجود فيها زراعات الخوخ وبعض زراعات النباتات الطبية والأطرية الحقيقة سيناء كلها أراضيها بتجود فيها الزراعة وبنعتمد فيها على حسب مصدر المياة الموجودة بالنسبة على ذكر حضرتك لمصدر المياة ده من أهم التحديات الموجودة فكرة إن كان قليات الري وحتى فكرة استغلال الأمثل للمياة الدولة المصرية عملت إيه عشان تقدر أنها تتعامل مع هذه النقطة تحديدا وحتى فكرة استغلال الأمثل لكل نقطة مياة موجودة في سيناء حقيقة حضرتك على السؤال لأن المحدد الرئيسي للتنمية الزراعية والتوسع الأفخي للمساحة المنزرعة بيكون على عامل المياة هو العامل المحدد والرئيسي وزي ما علمونا أي أرض ممكن تتزرع حتى لو كانت متدنية في صلاحيتها ولكن هو عنصر المياة هو العنصر المحدد والرئيسي للزراع الدولة الحقيقة فقرت خارج السندوق وإقتحمت مجال يمكن أنا بسميها اقتحم وعبور تاني للتنمية في سيناء وهو معالجة المياة الحقيقة الدولة المصرية كانت رؤيتها سباقة إحنا عارفين أنه فيه تحدي على مستوى العالم كله في ندرة المياة ومصر بالأخص بتعاني من ندرة المياة وكل الأحداث اللي بتمر بيها الإقليم في التغير المناخي وتأثير حصة مصر من المياة الدنيل كان لازم مصر بقيادتها تخرج بره السندوق وتفرقر في حلول بديلة حقيقة من أهم تلك الحلول وهي معالجة المياة مصر اقتحمت هذا المجال وأنشأت أكبر محططين لمعالجة المياة مياة صرف الزراعي وتحولهم إلى مياه لري المساحات المنزلعة في سيناء وهي محطة المحسامة ومحطة بحر البقر حقيقة اللي بينتجوا ما يقرم من 6 مليون متر مكعب من المياة اللي بتضخ في سيناء وبالتالي لما توفرت هذه الكمية من المياه بدأت الدولة تدخل الأراضي اللي تم دراستها للخدمة عندنا 271 ألف فدان في وسط سيناء من خلال الخطوط والنقلة للمياه من ترعة السلام وعندنا 125 ألف فدان على زي ما عشرنا على شرق القراء الحقيقة كل ما بنزود حصتنا من المياه وبنوفر من الإمكانيات المائية بنتوسع في زراعة الأرض جنبا إلى جنب استخدام الأسليب الحديثة للري حقيقة 95% من المناطق أو المساحات المنزلعة في سيناء بتعتمد كلها على الرأي الحديث سواء الرأي بالطنقية أو الرأي المحوري والحقيقة هذه خطة الدولة المصرية للحفاظ على كل قطرة مياه بتخش سيناء الحقيقة كمان تعظيم الاستفادة من وحدة المياه زي ما بقول وحدة الأرض وهو التوسع الرأسي باستنباط أصناف متحملة للإجهاد الموجودة للإجهاد البيئي وبرضو استخدامها لكميات مياه قليلة بجانب إلى الأصناف اللي بيقوم بيها خبراءنا في وزارة الزراعة بالنطج المبكر وبنقلل عدد أيام المحصول على الأرض وبالتالي بنقلل كميات المياه المستخدمة دي كلها رؤية واستراتيجيات بتنفذها الدولة المصرية للحفاظ على كل نقطة مياه بتخش سيناء دي ممكن ده بيقودنا للسؤال مهم يعني مركز بحوث الصحراء بيشتغل على إفصينة هي أبرز الأبحاث ماذا استفادت أيضا المزارعين من هذه الأبحاث هل توصلنا لحاجة الجديد في هذا الأمر عمل إزاي؟ الحقيقة مركز بحوث الصحراء هو أحد المراكز البحثية هو من أقدم المراكز البحثية في مصر والشرق الأوسط اللي بتعمل فيه علوم الصحراء هو أحد جناحي وزارة الزراعة مع مركز بحوث زراعية الحقيقة مركز بحوث الصحراء يعني من زمن طويل وهو بيشتغل في سيناء وبيعمل في سيناء من خلال خمس محطات بحثية لتقديم الخدمات الإرشادية والبحثية لمنطقة سيناء بجانب إلى تقديم قوافل إرشادية على مدار العام للمزارعين في سيناء والعمل على التحديات اللي موجودة في سيناء سواء تحديات المية أو تحديات الأراضي حقيقة العام ده وأنا من خلال حضراتكم بوجه شكر لعلماءنا وأسازتنا وقيادات مركز بحوث صحراء إن العام ده هو عام التنمية في سيناء حقيقة أطلق مركز بحوث صحراء مجموعة من البرامج تتعدى الـ 12 برنامج بحثي للعمل في سيناء منها برامج بتشتغل على استنباط المحاصيل الملأمة لسيناء إبراز أو العمل على أهم التحديات اللي بتقابل التنمية الزراعية في سيناء مش كده وبس كمان على التنمية المجتمعية والبشرية في سيناء ورصد الاحتياجات التنموية لسكان سيناء والوفيدين إليها حقيقة كلها أبحاث بتشتغل على عندنا في وسط سيناء بتشتغل على التحدي اللي موجود في الأراضي في جنوب سيناء التحدي اللي موجود في ملوحة الطربة والمية عندنا شغل في شمال سيناء من خلال محطاتنا في الأنطارة وبالوزة حقيقة كلها أبحاث تطبيقية بيتم الشغل عليها والعمل من خلالها في محطات مركز بحوث صحراء ومعاملها لتقديم أفضل النتائج للبحوث وتطبيقها على الأرض في سيناء أيضا در المركز التنموي والاجتماعي في سيناء بيقدم خدماته لكل مشروعات الاصلاح الجديدة حياء إشرافه على زراعة 11 ألف الدان في مشروع التجمعات وهو من أفضل مشروعات الدولة اللي أنشأتها في سيناء 11 تجمع في شمال سيناء سبع تجمعات في جنوب سيناء بإجمال 18 تجمع تنموي زراعي سكني في سيناء بيقدم ليهم مركز بحوث صحراء وقطعات مصراء يشرف على المشروعات ولا يقوم بإجراء أبحاث ولا بيقوم أيضا بإجراء أبحاث الحقيقة نحن نشتغل على الموضوعين بالتوازي نحن نشتغل على إجراء البحوث التطبيقية من خلال علماءنا في مركز بحوث صحراء اللي بيشتغلوا على التحديات اللي موجودة من خلال محطتنا البحثية بالإضافة إلى دور التنموي والمجتمعي بالإشراف على تنفيذ المشروعات وتطبيق أفضل ما توصل إليه البحوث من خلال علماءنا في التخصصات المختلفة وتطبيقها وتعليم وإكساب المزارعين المهارات والخبرات اللي بنكتسبها من علماءنا من الشهر يعني بنجري البحوث التطبيقية في معاملنا وفي محطتنا البحثية وما تخلص إليه نتائج هذه البحوث بيتم تطبيقها من خلال المشروعات اللي بيتم إشراف عليها مركز بحوث صحراء طيب دكتور رامد يعني وهم نتكلم على ملف الزراع وقطاع الزراع تحديدا من أهم عوامل نجاح هذا القطاع هو المزارع عايز أعرف من حضرتك بما أن احنا بنكلم على نظم رأي حديثة ويمكن محاصيل كمان معدلة حتى تكنولوجيا وما إلى ذلك فده يتطلب مزارع مؤهل وعنده خبرة كافية للتعامل مع نظم رأي حديثة وكل التطور اللي بيحصل في قطاع الزراع حتى يمكن العمال اللي بيكونوا موجودين في مراكز الخدمة نفسها العمال اللي بيكونوا موجودين حتى في المصانع لازم كمان يكونوا مؤهلين ومدربين ايه اللي بيحصل في الملف الزراع الحقيقة هو المحور التنمية اللي المفروض بيحصل للإنسان وبالإنسان الحقيقة يعني ومن خلال حضرتكو احنا بنشتغل في مركز بعوث صحراء على تنمية ورفع قدرات المزارع سواء في المناطق الصحرائية المختلفة وسينة على وجه الخصوص من خلال ايه يا خن؟ الثقافات المختلفة للمزارع بيبدأ سواء منتقل إلى سينة أو من هلينة في سينة حقيقة الثقافات والممارسات والموروثة لديهم حقيقة احنا بنشتغل على ده مع المزارع من خلال العديد من القوافة الإرشادية اللي بتتم على أرض الواقع من خلال رفع قدراتهم من الدورات التدريبية العملية والنظرية على أرض الواقع وبالتالي بنعدل من سلوك المزارع في استخداماته زي محرك أشارتي لاستخدامه للري مثلا يمكن الثقافات مختلفة إزاي نبدأ نشتغل من مزارع وافد إلى سينة ثقافته على الرأي بالغمر واستهلاكه لكمية مية لتحويل هذه الثقافة إلى استخدام الرأي الحديث ده بيحتاج تدريب عملي على الأرض ده بيقوم به خبراء مركز بعود صحراء ووزارة الزراعة لتعديل هذا السلوك الحقيقة برضو استخدامه المفرط للأسمدة والكيمويات لوضعها في الأراضي الحقيقة بنشتغل على المحور ده وهو محور أن إزاي نعتمد على الأسمدة العضوية يعني وضع مقنن سمادي تجزئة المقننات السمادية طرق الزراعة والحصاد حقيقة برضو حاجة مهمة جدا بنبدأ نشتغل معها مع المزارع سواء السناوي أو الوافد إلى سيناء وهي موعيد الزراعة حتى كمان بتختلف من إقليم لإقليم داخل جمهورية مصر العربية وهو متعود بيزرع في وقت معين إحنا إزاي بنقوله الوقت هنا من خلال البحوث اللي تم إجرارها حقيقة ده كله بيتم من خلال حاجة عظيمة أنشاءتها الدولة المصرية في سيناء خلال ثلاث مراكز للخدمات التنموية الزراعية المتكملة دول ثلاث مراكز في وسط وشمال وجنوب سيناء مراكز خدمة بتقدم خدمتها التنموية للمزارع من خلال دورات إرشادية عملية ونظرية على الأرض للمزارع إحنا متواجدين مع المزارع خبراء وعلماء مركز بحوث صحراء على الأرض بيعدلوا من السلوكيات الموجودة إزاي نكافح الأفات الموجودة إزاي نعمل مكافحة متكملة للأفات إزاي نبدأ نعظم من دور المزارع ويبقى أيضا أيضا قيمة مضافة للعملية الزراعية يبقى عندنا مزارع عنده من بس حضراتكم اللي بتتواصل أو بتوصل المزارعين ولا المزارعين هم اللي بتوصل إحنا اللي بنتواصل مع المزارعين حاجتين مهمين جدا من خلال برامج إحنا عملينها وتطبيقات إحنا عملينها زي تطبيق إسأل خبير قبل ما تدفع كتير والحقيقة دي يعني مبادرة عملها مركز بحوث الصحراء للتواصل مع مثلا مزارعي التجمعات اللي هم حوالي 2122 مزارع بيتلقوا الخدمة الفورية من خلال تطبيق على الواتساب بيسأل يصحى الصبح يصور المزارع بتاعته لو عنده أي آفة عنده أي مشكلة على طول الخبير بيرد عليه قبل ما يبدأ يستهلك حاجات كتير جدا مش كده وبس هو بيطرق أيضا أبواب مركز بحوث الصحراء المنتشرة في شمال وسط سيناء لو عنده حاجة محتاج لها ثم من خلال برنامج تدريبي على مدار العام فيه أوقات مختلفة لزراعة منها قبل الزراعة يعني إحنا لسه انتهينا الأسبوع الماضي من تدريب المزارعين على الممارسات الزراعية لتجهيز الأرض وده الوقت المناسب لتجهيز الأرض لإعدادها للموسم الشتوي تمينا معاهم هذه الفترة وبنديهم جرعة تدريبية أو حقيبة تدريبية تشتمل على لغاية لما يزرع وبعدما يزرع بنبدأ نشتغل على المرحلة التانية حقيقة مركز بحوث الصحراء وزارة الزراعة لا تدخل جهد للمزارع داخل سيناء طبعا كل ده بدعم كامل من الدولة المصرية مجانا لأهالينا في سيناء بننتقل إليهم أيضا للحقول لو في أي ظاهرة غريبة حقيقة إحنا متوجدين معهم على الأرض والحقيقة لمس المزارع في سيناء دور الوزارة الزراعة والدولة في وقوفها بجانب المزارع داخل سيناء طبعا في الحقيقة أنا يمكن فيه فترة من الفترات قعدت شوية مع البدو وعشت معاهم شفت أن هم ما بيستعملوش أي أدوية واعتمادهم الكامل على حياتهم وعلى غذائهم من الصحراء ومن خير الصحراء هم ما بيسموا ده خير يعني العلاج بيجي من النباتات اللي احنا عارفينها العيب جدا أنه هو يستخدم يعني دولة احنا استفادنا بقى من التجربة دي يعني إلى أي مدى استفادت الدولة أيضا من تجربة البدو في النباتات العطرية اللي اعتقد أنها تجربة مهمة وملهمة أيضا الحقيقة الصحراء بتفوح وبتخرج منها العديد والعديد من الأسرار اللي احنا تمني بنتعلمها من أهلينا في البدو وفي سيناء الحقيقة لما بيكتمل الخبرة مع العلم هو هنا بيطلع حاجة كويسة ومشرفة احنا من خلال مركز محو الصحراء أيضا من خلال قسم النباتات الطبية والعطرية بنشتغل على هذه النباتات وقد إيه بنستخلص منها مواد فعالة لاستخدامها في التداوي والعلاج بالإضافة إلى احتكاكنا الدائم مع البدو في صحاري مصر مختلفة من حلايب وشلاتين للسلوم لبراني لتوشكا للسيوة للرفح للشيخ زويد كل دي المناطق اللي احنا بنشتغل فيها يعني للأمانة احنا كنا محظوظين احنا بنجوب صحاري مصر من شرقها لغربها بنتعلم كتير جدا من أهلينا في هذه المناطق والحقيقة من خلال قسم النباتات الطبية والعطرية بنبدأ نشتغل على استخلاص زي ما قلت لحضرتك المواد الفعالة من بعض النباتات لها ثانيا بنعظم القيمة المضافة من هذه المنتجات أو النباتات داخل الصحراء بنشتغل من خلال حفظ الأصول الورصية للعديد من النباتات الطبية والعطرية من خلال بنوك الجينات اللي بيتمتع بيها مركز بعض الصحراء احنا يعني بصدد قريب اوي بنفتح أحدث بنك للجينات في رصدر في جنوب سينة ده يعني بيكمل دور بنوك الجينات لحفظ الأصول الورصية لبعض النباتات اللي موجودة في صحارينا المصرية لحفظ طبعا أصولنا الورصية من الاندثار عندنا فرق بالجوب من المراعي والأقسام المركز المختلفة لجمع بذور هذه النباتات وعمل اكثار لها في بعض الأماكن يعني الحقيقة احنا بنخذ برضو تحدي آخر وهو التغير المناخي يعني بيدرب الكثير من دول العالم احنا برضو ليس بمنأة من هذا التغير يعني الحقيقة احنا بنعتمد في صحارينا المصرية على الفلورا الطبعية اللي موجودة من خلال تساقط الأمطار على صحارينا المصرية وأوديتنا اللي بتصغر بالعديد من هذه النباتات طبعا مع التغير المناخي بنبدأ احنا نشتغل أيضا على اكثار هذه البزور في معاملنا ومحطاتنا البحسية لنشرها في أماكن أخرى وفق البيئة المتاحة حقيقة كل دي حاجات بيقوم بيها خبراءنا في مركز بحوث صحراء وبرضو لأنها خفل تعاون البدو في كل المناطق اللي بنشتغل فيها في هذه الجزئية بالتحديدا بكل تأكيد أنا بشكر حدريك شكرا جزيلا دكتور عماد عوض المشرف العام على مراكز الخدمات الزراعية بسينة بشكر حدريك فنم وبحقيك طبعا على مجهود كبير حقيقة بتقوموا بيه شكرا لحضرتك شكرا فنم